من درس التاريخ الشيعية جيداً يدرك هذه النقطة وذكرناها لكم في مطعمة بكثير من الشواهد والأدلة أن سيرة الشيعة عبر العصور كانت المجاهرة بالبراءة وعدم ترك هذا الصوت يهدأ لا أقول إن الشيعة ملتزموا بالتقية بلى التزموا ولكن كان هناك خطان خط يلتزم بالتقية إلى حد أنه يتغلغل في أوساط بيوت الحكم أو أنظمة الحكم ويصبح وزيراً مثلاً كعلي بن يقطين رحمه الله مثلاً وزيراً لهارون العباسي هذا خط كان يقابله خط آخر موازن له كان يجاهر بالحق كهشام بن الحكم مثلاً الذي في مجلس هارون نقلت لكم لما عقدت له ما أشبه بمحاكمة في مجلس هارون العباسي لعنه الله وجمع فيه هارون في هذا المجلس جماعة من فقهاء أهل الخلاف وعلمائهم أو قصاصيهم واستحضر هشام بن الحكام ودعاهم لاستنطاقه واستجوابه في التهم الموجهة إليه ومن أبرزها أنه يلعن عمر بن الخطاب ويدعو إلى لعنه قالوا هذه التهمة الموجهة إليه هل أنكره هشام كلا اعترف بهذه التهمة إنجاز التعبير بل وأصر عليها وأقام الدليل عليها في مجلس من؟ في مجلس هارون العباسي ديكتاتور زمانة يعني مثل صدام وأنجس من صدام هل يا ترى لو أنه افترضنا في زمن صدام مثلاً كان يجيب صدام واحد من هؤلاء اللي عرف عنه أنه يلعن عمر مثلاً ويعقد هذه الجلسة في قصر من قصوره هل كان سينطق بمثل ما نطق به هشام بن الحكام؟ إذن ليس هو على سيرة الشيعة الأوائل هذا هو الفرق بيننا وبين أولئك